أنا جاي لك أمعلم النهاردة وأنا على آخري على آخري والله البضاعة راحت في البحر وكان لها السمكة وأنا والله ما هممني لأ البضاعة ولا الفلوس اللي اتدفعت فيها إنما كل اللي عامل حسابه التجار اللي بتعملوا معايا التجار اللي كانوا مستنين البضاعة عشان يشتغلوا فيها مش عارف أود يوش منهم فين والله يا من عارف أود يوش فين ما تزعاش ناسك أبراهيم البضاعة يجي غيرها ويجي أحسن منها وتيجي بضاعة تانية تعودك عن اللي كان هسانك يا عيني عليك يا بوجد عنا طول عمرك والله بس أنت حجب منين؟ ما أنت بطلت الشغلانة خلاص؟ أنا بطلت الشغلانة أهو إنما بطلتش أقف معاك في شدتك يا عيني عليك ده أنت جميلك مغرقانة معلمة وحتفضل مغرقاك لحد ما موت ربنا يديك الصحة وطولت العمر يا معلمين بس سوارع ده من مؤخزة إنت حجيب بطاعة منين؟ أنا حابعة أجيب شحنة عطارة كبيرة مفهوم؟ مفهوم يا معلمين؟ ربنا ما يحررنا من جميلك والتجميلك ده بذات أنا عمري ما حنساه أبداً قولي يا أبراهيم انت مش كان عندك شاب عنده محل لوحده أيوا فاتحي كان عنده محل تليفيزيونات وحاجات كده بس اتحرق وحرقته له له يا أبراهيم يا أبراهيم انت كمان عرفت المعلومة دي سبحان الله المهم أمعلمي قولي انت هتجيب لي البضاعة دي إمتى؟ ثلاث أسافيع بالكتير طيب تحب أشيح لك فلوس؟ لا 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 قرارك إيه؟ انت هتغلط معايا ولا إيه؟ ترجمة نانسي قنقر